الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسؤوليات أهل العلم والدعاء والوعاظ وأهل الفقه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ثم حقائق التاريخ وبعدين تفتح للناس باب الأمل يعني كثير من الناس يظنون من الذين يعيشون الآن ونعيش معهم أنهم يظنون أن الأحوال التي تمر بها الأمة الإسلامية الآن ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة في 1441 هجرية 2020 ميلادية ما حدثت من قبل في تاريخ المسلمين لا في حوادث خطيرة سنة 317 هجرية 908 ميلادية يعني من ألف تقريباً 124 سنة حدث أن جماعة من الفرق الباطنية اسمهم القرامطة والكل يعلم هذا طبعاً لكن أنا أذكر يعني طبعاً جاءوا تحت قيادة رجل يسمى أبو طاهر الجنابي قرمطي هذا ودخلوا على الناس في الحرم في المسجد الحرام يوم التروية يوم تمانية ذي الحجة الناس محرمين ويستعدوا للذهاب إلى عرفة في اليوم التالي أو في يبيتون هناك سبحان الله ودخل هذا الرجل بفريق من المجرمين من أمثال مع أنه يعني اسمه لا يدل أبداً على فعله أبو طاهر لا طهر ولا شيء وقام بقتل الحجيج المحرمين في يوم التروية ويلقي الجثث في زمزة ثم قام باقتلاء الحجر الأسود وأخذه هو ومنعه من المجرمين إلى هجر بتقريباً يمكن أن تبعد أكثر من ألف كيلو متر من مكة وأراد سرقة أيضاً وخطف مقام إبراهيم ولكن السادنة تنبهوا وخبأوا مقام إبراهيم وطبعاً قتل في هذه الآونة ثلاثين ألفاً في أنحاء مكة وطائف وبعدين راح لمشق بعد ذلك قتل فيها مقتلة عظيمة إلى أن 22 سنة أعيد الحجر الأسود إلى الكعبة بفضل الله حماها الله سبحانه وتعالى ما الذي أريد أن أقول له أن حلقات التدافع ما بين الحق والباطل وما بين المسلمين وبين أعداء الإسلام من بني جلدتهم ومن غير بني جلدتهم قائم إلى يوم القيامة للصراع بين الحق والباطل منذ إبليس مع أبينا آدم وأمنا حواء وسوف يظل هذا الصراع ووقف أبو طاهر هذا أمام الكعبة يقول أين الطير الأبابيل أين الحجارة من سجيل يعني أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا والسؤال الذي يطرح ولماذا لم تأتي الطير الأبابيل وتأتي تلقى عليه حجارة من سجيل هذا حدث في إرهاصات مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل إذانا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك المسجد الحرام صار بعد فضل الله وتأمين الله عز وجل له أن يؤمنه المؤمنون والمسلمون الموجودين على الأرض أحبتي أبو طاهر الجنابي هذا أو القرمطي وأمثاله هم أناس نشأوا في أسر والأسر المشوهة تنتج لنا هذه العهات على مر التاريخ مفيش طاغية أو مجرم أو مجنون الفكر على مر التاريخ إلا هو نتيجة أو نتاج أو ثمرة أسر مشوهة طفولة مشردة بؤس في التربية خلل في التكوين سوء في القدوة فنحن لا نريد أن نخرج مثل هذه العينات لأن ترك أبنائنا تحت عنوان أن هذا هو الزمن وهذا هو الضغط الإعلامي وهذا هو السوشال ميديا وهذا هو لا 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 هذه حجج هذه حجج الإنسان لا يتعلل سبحان الله بالظروف بالعكس وكان محمد يقبل يقول المؤمن الضعيف يتعلله بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره في الأرض فأنا أريد أن أقول لا تحزنوا على حال الإسلام ولكن نحزنوا على حال المسلمين نحزن على حالنا نحن لا تخافوا على الإسلام الإسلام محفوظ إلى يوم القيامة لكن نخاف على حالنا نحن عندما نسأل ماذا قدمتم لدين الله هل قدمنا ولدا صالحا بنتا بارة أسرة نموذجية قدوة فاضلة عقلنا به وقفنا مع الناجح حتى يزداد نجاحا ويعني حاولنا مع الفاشل أن نخومه وأن نصوبه فأنا أريد أن أقول لا تيأسوا لا تيأسوا من روح الله سيدنا عقوب عليه السلام لما فقد الولد الثاني زاد أمل في الله يابني يذهبوا وتحسسوا من يوسف هو أخيه ولا تيأسوا من روح الله الإنسان اللي يأس من روح الله طالما فيه شمس وقمر وطالما فيه أرض وسماء فعلموا أن الإسلام منصور لكن القضية في من القضية فينا نحن ماذا قدمنا للإسلام قد يحاسبنا مش قد يحاسب سوف يحاسبنا رب العبادة عز وجل ماذا قدمنا بدين الله كان عمر يرى الرجل فقال يعجبني شكله يعني منظره فأسأله ماذا قدمت للإسلام فعندما يكتشف عمر أنه ما قدم شيء قال لا جزاك الله عن الإسلام خير مش قضيت أن أنا أصلي وأصوم وربي ابن ودي المدرسة الأجنبية هي دي العمل لا لازم أقدم نموذج صالح ولد صالح وبنت صالحة لجيله وجيلها هكذا أكون قد قدمت للإسلام شيئا لا تقلقوا على دين الله ولا تقلقوا على الإسلام فليخلق الإنسان على نفسه وعلى حسن خاتمته وعلى زرعه الخير في أرض الله حتى يأتي بين يدي رب العبادة عز وجل وقد ثقلت موازينه ويرفع كتابه قائلا ها مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر